السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هامل بانس من فرنسا اتمنى لكم رمضان كريم ومبارك عاده الله عليكم وعلينا بالصحة والشفاء مبروك رمضان وان شاء الله نعدي رمضان خفيف وسعيد احنا في شهر ماي في فرنسا عنا شهر ممطر شهر بارد بصراحة عنا رمضان يعني مريح جدا اعتذر عن وجهي غير مكيه مش مكياج سي رمضان يعني ما احنا في رمضان ما غير مكياج ولكن انا بدون حجاب انا يعني فيما ناس يعاطبوني على الحجاب الحجاب سألبسه لازم ولا بد انا بسيفتي ألبسه في المناسبات الدينية وفي الصلاة لكن في الحياة اليومية وفي يعني في المواقع الاجتماعية استنتجت ان الحجاب هو عقبة يعني العقبة لماذا عقبة لان اذا تعمل فيديو الذي يعني يعطي يعني يقول كلمة حق في المسلمين وفي الاسلام وانت ترتدي حجاب يعني فما ناس يعني يحسبوه على حساب الاخوان المسلمين على حساب يعني توجهات سياسية توجهات ايدولوجية ولكن اذا تعمل اذا يعني اذا انت يعني تدافع على الحق وتدافع على كلمة الحق بيعني فيما يخص المسلمين والاسلام وانت غير متحجبة يعني هو بصراحة يعطي اكثر وقع واكثر ثقل للكلمة على الناس يعني لان الفيديوهات هذه ليش متوجهة يعني فقط للمسلمين والعرب يعني تكون تنجم حتى متوجهة للناس اخرين ويسمعها ويتنجم يعني تكون يعني عندها واقع اكثر وواقع يعني موضوعي يعني عندها واقع موضوعي لاني لم اقول كلمة لنصرة الناس نعرفهم ولكن اقول كلمة لنصرة الحق اليوم سنتحدث عن مسلسلات رمضان والله اول مشروط مسلسلات رمضان بالخصص من مسلسل الفاضح اولاد مفيدة وكلمة السيدة التي تمثل فيه اسمها تقريبا تريدي وهي يعني تبرر مسلسل اولاد مفيدة وما جاء فيه من فضاح انا كتبت مقال يحكي على الاستعمار الثقافي والاستعمار البسيكولوجي الذي يستعملها الغرب عن طريق وسائل العلام في البلدان العربية يعني من البدء يجب ان نعرف ان هناك استعمار ثقافي وبسيكولوجي منذ القدم يعني منذ القرن التاسع عشر يعني في اول يعني كونتاكت بين العالم العربي العالم المسلم والعالم الغربي ولكن الغزو الفكري الغزو الفكري والاستعمار الثقافي البسيكولوجي اصبح قوي جدا منذ سنوات التسعين يعني منذ بعد الحرب حرب الخليجة في 1991 ما هو الاستعمار الثقافي؟ اولا سنحدد معنى مصطلح الاستعمار الثقافي الاستعمار الثقافي يعني هناك يعني قوة مهيمة قوة مهيمة تريد على القوة المستضعفة على بلدان المستضعفة ان يكونوا تابعين لها وايضا يكونوا تابعين لها ثقافيا اقتصاديا وسياسيا وما هي وسائل الاستعمار الثقافي والاستعمار الاقتصادي الوسائل هما حسبتهم عشرة وسائل هناك عشرة يعني هناك عشرة وسائل الاستعمار الثقافي اولا النهب ثانيا التجزئة القطرية التجزئة القطرية يعني مثلا حدود سايس بيكو مثلا تجزئة السودان في بلدين تجزئة العراق الوسيلة الثالثة هي التجزئة الطائفية يعني التجزئة الطائفية يعني ديفيزيون الطائفية بين السنة والشيعة بين الكرد والترك بين الامازيغية والعرب الثاءة الرابع هي التفرق العرقية التفرق العرقية ايضا هي تخص الامازيغية والعرب وتخص الأفريق والعرب وتخص الكرد والترك والكرد والعرب الخامسة هو الاستغلال استغلال يعني استغلال الثروات الطبيعية استغلال وسرقة الثروات الطبيعية السادسة هي توجيه الثروات البشرية يعني الثروات البشرية يعني لغسوخ سمان يعني أذكى الناس اللي عنا من أكثر الناس يعني ذكاء هما اللي يواجهوهم يواجهوهم ياخذوهم لصالحهم مثلا الأطباء أكثر الأطباء من مشاهير الأطباء العرب يعملون في الخارج في الغرب في أمريكا وفي أوروبا سابعا تكريس التبعية الثقافية تكريس التبعية الثقافية يعني مثلا اللغة الفرنسية التي أصبحت لغة غير مترف بها عالميا يعني اللغة هي اللغة الأجنبية الأولى في المغرب العربي ولكن هل اللغة الفرنسية هي في صالح الطالب التونسي؟ هل هي في صالح التلميذ التونسي؟ نعرف أن اليوم اللغة الفرنسية أصبحت لغة ما بعد العربية يعني العربية فيها هي تاخذ مكانة الرابعة واللغة الفرنسية تاخذ مكانة ما بعدها تقريب ستة المكان السادس أو السابع والفرنسية اليوم الفرنسيون أي باحة فرنسي عندما يريد أن ينشر مقال ينشره بالإنجليزية لكي يقرأ يعني الفرنسية لم تعد لغة عالمية ولكنها أصبحت لغة مكرسة مجبرين على تعليم اللغة الفرنسية في المغرب العربي لأن هناك تبعية ثقافية والتاسعة هي الإملئات الفرقية يعني بالإتحاد الأوروبي هو اليحكم في تونس يعني مخاليك تاخد قرارات تكون في صالح المجتمع أو في صالح الهوية التونسية والهوية العربية الإسلامية يعني هناك إملئات تشيك من الفوق وعاشترا هو التطبيع التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني هناك عشرة وسائل للاستعمار الاقتصادي والثقافي اليوم باش نتكلمه للاستعمار الثقافي يعني التكريسة التابعية الثقافية يعني مسلسل مفيدة ما هي الثقافة اللي باش ناخدها من مسلسل مفيدة هي الثقافة لغاكاي ثقافة حوثالية يعني شو نشوفه فيها نشوف بعدها هي امرأة عايشة مع أولادها الثلاثة يعني هناك يعني هناك يعني غياب الأب وحنا نعرف أن غياب الأب وتدمير الأب هي يعني ركيزة من ركائز الثقافة الغربية ce qu'on appelle لمرتر ديپر ديپر عنوان يعني عنوان السقوط الأخلاقي عند هذا الشباب لوشم لوشم هي عادة لوشم هي في الأصل في الأصل يعني ممارسة شيطانية شوفت مقطع من مسلسل أولاد مفيدة يحكي على بشيخه جوان بشيخه يعني بشي تكيف جوان قال عدش بي كانت كيفت جوان هذا قدام أمي يعني 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 وفيت هذوما يعني ناس قاعدين يحطموا في الموانع الأخلاقية أيضا يعني هو أيضا انتشار للزنا يعني هذا المسلسل يحث أيضا على العلاقات العلاقات الجنسية الليبرالية على الزنا يعني هو يكرس لثقافة الليبرالية أمريكية يعني هو يعني في يعني سيفيمون مسلسل ضد أو هو يعمل على تدمير على تدمير على تدمير المنظومة الأخلاقية الإسلامية كيف بررت وحيدة دريدي سقوط الأخلاق لهذا المسلسل يعني وحيدة دريدي قالت لكم كل ما نستاء من بعض المشاهدين في المسلسل سورة مفيدة نجم يشوف شنو صاير في المجتمع التونسي يعني المسلسل يعكس صورة المجتمع التونسي يعني تحكي على المخدرات تقدم المدرسة البتدائية والأعدادية تحكي على الإرهاب تحكي على الأولاد اللي لم يحترموش والديهم تحكي على المخدرات تحكي يعني على كل الفساد في المجتمع على اختصاب المعلمين للتلاميذ على الفيدوفيلي تحكي يعني كل هذا عملت كل عملت يعني ليستة كاملة تاكل الخراب وكل المشاكل التقع في المجتمع التونسي وتقول المسلسل المتاعي وهو يعكس صورة المجتمع التونسي يعني هذه المرأة يعني تستحمر في المجتمع يعني يعني أولا استعملت التعميم يعني التعميم يعني تقول أنا اللي صاير في هذا المسلسل من مخدرات من زنا من فساد معمم في المجتمع التونسي يعني هذه المرأة تعمم وهذا كله غالط لأن المجتمع التونسي متنوع فيه الفساد وفيه الفضيلة ما التعميم يعني هي تحاول باش تكون باش تقول للناس هما الغلطة مش علية الغلطة على المجتمع يعني يعني en فرنسي on peut dire elle veut culpabilize culpabilize la société يعني يعني هي مش الغلطة مش المساس الغلط مش مخرج المساس الغلط يعني الغلط عليكم وتو ما مش علية يعني se sont uh CONCSU STRATEGIE يعني وسائل uh لتذليل المجتمع وسائل يعني التعميم آه يعني آه يعني تشعرو بالذنب يعني التعميم وتخلي الذنب علي المجتمع هم يعني استراتيجيا استراتيجيا لتذليل المجتمع يعني المجتمع غير المجتمع غير واعي وتحكي على السكيزوفريني السكيزوفريني يعني الناس التي تنقض تنقضوا في الماء يعني في تنقضوا في في السقوط الأخلاقي أما أنتم أيضا سقطين أخلاقية يعني السكيزوفريني يعني شعب فاضل مدينة فاضلة أما تحب تتفرج على مسيرة شورب وتحب تتفرج على أولاد مفيدة يعني هم يعني هم وسائل إذلال للمجتمع وسائل يعني وسائل وسائل إذلال وجعل المجتمع كطفل غير واعي بمشاكل وغير واعي يعني بسقوط الأخلاق وفي الكلام الباذي قالت أحنا نسمع الكلام هذي في الشوارع يعني الناس كل تعرف الكلام هذي وحاجة عادية باش نقلوه على الشاشة معناه هي سيدة تنجم تمشي الطوالات تعمل كاكا ويجي تعملها كاكا على الشاشة علش لا يعني هذا يعني الريزونمون بتاحا يعني طريقة تفكيرها سيكون أبل الريزونمون بارانالوجي يعني يعني تعمل دي كمباريزون دي كمباريزون يعني على خاطر هو عمل وعمل علش احنا ما نعملوش كيف معناه سيكون أبسورد معناه هو معناه ناس فازد احنا نفزدو كيف اكثرية هذا المسلسل وكل السقوط الاخلاقي على فيه هو يهدف الى يعني سكون نعبال ان فرنسي لابداليزاسيون سفدير السقوط الاخلاقي اصبح حاجة عادية عادية عالاخر يعني حاجة عادية باش نسمع كلام خايب في الشارع باذية حاجة عادية باش نشوف واحد يخوف المخدرات حاجة عادية باش واحد نشوفه يزنى يعني ان فات البوت امتاحهم الهدف امتاحهم س الباناليزاسيون دي مال يعني رد قوة قوة الشر تصبح حاجة عادية السقوط الاخلاقي اصبح حاجة عادية وهذا يدخل في منظومة التفكير الماسوني لا يوجد اخر تفكير يعني هما ناس يكرسوا في التبعية الثقافية يستعملها يستعملها الغرب في اتجاه المجتمعات الاسلامية المجتمعات العربية الاسلامية المجتمعات المسلمة يعني هذه التبعية يعني اذا تشوف يعني يتحلل الموضوع تحلل الموضوع بينكم الفو هي تكريس للتبعية البسيكولوجية والثقافية للمجتمعات المجتمعات اللي هي مازالت ماش قابلة ماش قابلة نظرية الجندير وماش قابلة زواج الشواف يعني هما قاعدين يمهدوا في الطريق يعني تمهيد للطريق يمهدوا في الطريق باش نهار منهارات المجتمع التونسي باش يقبل ب زواج الشواف وباش يقبل بالبيدوفيليا اللي هي موجودة في القوانين الخرجة منذ عام في لدغوات سكسويل بور لزنفان الحقوق الجنسية للاطفال الخرجتها لوني والآن توا فرنسا قاعدة تكرز فيها من شاء الله كنت واضحة معاكم من شاء الله فهمتوا عماق القضية يعني فهمتوا ما هي الاستراتيجية التبعية الثقافية وعليش نعملها في رمضان هالتبعية الثقافية البسيكولوجية الاكثرية لإذلال المجتمع يعني مجتمع في نهار وصايم يعني ورع ويصلي ويصوم وفي اللسواق يعني في الليل في السهرية ينفس دولكم الكل كل شي يفسد كل شي يتفرعز يعني بتشوفوا الزينة وتشوفوا البيرة وتشوفوا وتشوفوا الفساد وتشوفوا العنف اللفظ والعنف الجسدي وقلة الاحترام يعني كل هذي في منظومة الإذلال يعني استراتيجية الإذلال يعني نذلوكم تصوموا أوكي تصوموا يعني يعني تصليوا وتحترموا ديانتكم أما كمام باش نذلوكم في الصهرية الثانية هي استراتيجية إذلال المجتمع المسلم وهذه استراتيجية معروفة عند الغرب استراتيجية معروفة جدا ويستعمل فيها كل يوم وهذه التبعية الثقافية تعتمد على وسيلة النخر النخر من الداخل النخير من الداخل يعني الإعلام والوسائل الإعلام تنخر الفرد تنخر المجتمع من الداخل لتفعيل أفكار مستغربة أفكار غريبة أفكار غربية في العقل الباطني للتونسي أو للمسلم بصفة عامة يعني وسيلة يعني هندفت العقول يعني نهندسو لك العقل متاعك نبرمجوك عن طريق الأعلام عن طريق هذه المسلسلات وبالأخص العقول الصغيرة عقول الشباب عقول الشباب هي اللي تتأثر أكثر بالمسلسلات العقول الشباب هي التي تهندس بطريقة سهلة يعني يعني إنسان كيفاش بش يعمل بش يخرج مهالمشكل التبعية الثقافية أنا واحدة من ناس مدام عمنا انترنت التلفزة اسكلي نساسير التلفزة مياجن محتاجين للتلفزة تمشي عالانترنت تمشي عاليوتيوب انتي تختار البرنامج متاعك انتي تختار المسلسل متاعك وبعده بغ بلوتو المسلسل تفرج عليه في التلفزة إذا عندك بورتابل وعندك كومينيكاسيون بين البورتابل والتلفزة تنجم التعادي المسلسل على التلفزة يعني ما فيمش حل غير المقاطعة المقاطعة والخيار يعني نقاطع يابخي نختار اللي نحب عليه نختار البرنامج اللي نحب عليه عن طريق الانترنت يعني تنجم تكون الانترنت يعني وسيلة فساد كيما تنجم تكون وسيلة نفع ولا ان شاء الله باللغة الفكرة اللي عندي ان شاء الله باللغة طرق المقاطعة وان شاء الله باللغة التحليل اللي عملته لكم في التبعية التبعية الثقافية المكرسة عن طريق المسلسلات رمضان وغليش رمضان لان في رمضان في اغلى في اقوى متابعة للتلفزة يعني اقوى مشاهدة للتلفزة بطبعه يعني يعني المفعول المفعول به هو انتم يعني تكونوا يعني بكثرة ويكون النتيجة تكون نتيجة يعني إفكاس النتيجة تكون يعني نتيجة باهية ولا إن شاء الله إن شاء الله نكون يعني بلغت الفكرة وبلغت يعني عملتكم تحليل يفهموه الناس الكل وإن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات أمن بانس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته